كلنا بنعشق العيش التوست وبنحب الصبح ناكله كده مع دهنة جبنة جميلة بس للأسف بقى تمن وغالي قوي اي رأيكم لو عملناه بالعجينة السايلة من غير ولا مندت ولا نعجن ولا نفرد العجينة ولا اللي بيعرف يفردها ولا ما بيعرفش هتطلع معانا جميلة قوي وهنعملها بشكل مفرح للولاد هتبقى كده على شكل وش قطة زي ما انتوا شايفين بجد بجد عيش توست برودبة كيك يعني حاجة كده جميلة وكمان من حاجات من حواضر البيت مش هيكلفنا كتير انا اناس عباس اللي لسه ما تابعنيش يتابعني على قناة الوصفة وكمان يتابع القناة والبيجي والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف اناس عباس مش ممكن يا جماعة العجينة طرية جدا جدا وهشة بجد بجد تتحدى كل الاسامي اللي موجودة في السوبر ماركت وكمان مش متعبة ومش مكلفة بقت سعرها غالي قوي انا جبت بضاية واحدة بس وهعمل كمان كبايتين من الحليب بس انا كده حطت الوقتي كباية ونص الاول وبعد كده هنحط نص كباية تاني نختار بقى الحليب يكون بس درجة حرارته يدوبك ايدينا تستحملها علشان ما يخليش البيت يستوي وما يخليش برضو العجينة بتاعتنا تموت هحط كده الكباية ونص من الحليب وهحط عليهم بقى الحاجات الجافة بتاعتنا اللي احنا هنحطها هكسر البضاية الاول كده وهحطها يبقى كده حطينا كباية ونص من الحليب وعليهم البداية اللي احنا هنحطها دي هتخللنا العجينة بتاعتنا طرية ودسمة جدا جدا بشوية الحليب اللي احنا حطناهم دول هحط بقى كده تلات معلق من السكر ومعلقتين من الخميرة الفورية السكر طبعا بيخلي كده العجينة بتاعت التوست بتبقى مسكرة كده زي بتاعت السوبر ماركت اللي بتبقى جميلة اللي بنجيبها هقلب بقى كده الخميرة والسكر والبيض والحليب وهحط عليهم كوبايتين من الدقيق الكوباية اللي احنا عيرنا بيها الحليب هي هي اللي احنا هنعير بيها الدقيق احنا بنحط الحليب نفس كمية الدقيق بالزبط بس الاول بدأنا بكوباية ونص علشان نعجم بس العجينة الاول ونشوفها تكمل معانا بنص الكوباية التانية ولا لا عشان بس الدقيق مش كله بيشرب السوايل زي بعض بعد ما حطينا بقى كوبايتين الدقيق هحط عليهم رشة الملح احنا ما حطناش الملح مع الخميرة ومع الحليب علشان الملح بيقتلي الخميرة احنا حطينا الملح على الدقيق هبدأ بقى كده اعجم فيها بالراحة بالمعلقة قبل ما اعجنها بالويسك وزي ما انتوا شايفين بقيت العجينة تقيلة جدا هي شربت كل الحليب والبيض اللي احنا حطناه هحط عليها بقى نص كوباية الحليب التانية كده وبالويسك بهاودة ان انا اضربها علشان تبقى نعمة خالص وما فياش اي تكتلات قلبتها كويس كده بقى بالمعلقة وبعد كده همسك الويسك وقلب بيه كويس قوي قوي مش عايزة اي حتة يكون فيها ديق خالص خلاص كده العجينة ما شاء الله باقي جميلة مش فاضل غير ان احنا بقى نحط لها معلقتين او تلاتة من الزيت بس كده تخيلوا يا جماعة هي دي كل المكونات البضاية وكوبايتين الحليب اللي احنا حطناهم وكوبايتين الدقيق وشوية الخميرة والسكر والملح والكم علقة من الزيت اللي احنا حطناهم معلقتين او تلاتة بس كده العجينة طرية وجميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين اكتر من رائعة تعالوا بقى كده نركانها على جنب ونشوف القالب بتاع التوست اللي احنا هنسوي فيه احنا طبعا عندنا انواع كتيرة من الاوالب ممكن ان احنا نسوي فيها انا هركن بقى كده العجينة بعد ما اطمنت بس ان هي بقت نعمة جدا جدا وجميلة زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل دوت انا هسيبها هي هتخمر اصلا اصلا في القالب اللي احنا هنحطها فيه ده القالب بتاع التوست اللي بيتباع في محلات المستلزمات بتاعت الادوات المنزلية اللي بيكون ليه غطى بس انا النهاردة عاملة كمية قليلة القالب ده بياخد نص كيلو من الدقيق انا النهاردة عاملة كوبايتين اتنين بس من الدقيق عشان اعملهم بشكل مفرح كده للولاد يديني شكل وش القطة هيبقى جميل قوي انتوا لو عايزين بقى القالب ده كله يتملي احنا بنعمل نص كيلو من الدقيق او ضع في كمية الدقيق اللي انا عملتها ضع في الكمية كلها ده بقى القالب التاني اللي موجود عندنا في كل بيت لو احنا عايزينه يدينا نفس النتيجة بتاعة القالب اللي ليه غطى هنجيب كده القالب العادي وبعد ما نحط العجين بتاعنا نحط عليه كده ورقة زبدة ونقوم مغطينه بأي حاجة وندخله الفرن كده فهيدينا نفس الشكل المربع الجميل بتاع القالب اللي بيبقى ليه غطى يعني حاجة عادية جدا في حواضر البيت ممكن ان احنا نزبط ده بقى القالب اللي انا هعمل فيه النهاردة هحط بقى فيه كده رشة من الزيت انا بحب اسوي فيه لانه هو ستانلس اصلي جميل جدا جدا بيخليلي العجينة بتاعتي لما تستوي بيبقى لونها دهبي رائع 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 ده انتوا بقى كده بالزيت في كل الجناب بتاعته طبعا العجينة بتاعتي لما هتستوي مش هتوصل فوق خالص للقالب بتاعنا مش مشكلة لان انا عاملة نص الكمية بس اللي بتملى القالب ده عشان عايزة حتة التوست كده تكون صغيرة ولما الولاد يكلوها يخلصوها كلها ما يتبقاش منهم حاجة خلاص بقى كده العجينة بتاعتي جاهزة والقالب بتاعنا مدهون بالزيت هفضي بقى كده العجينة في القالب زي ما انتوا شايفين وهسيبها تخمر كده قد ربع ساعة انا هفضيها بقى كده كلها وهجيب الغطة بتاع القالب هغطي بيها علشان بس تدفع وتبقى جميلة وهحط عليها بقى كده الفوطة واسيبها بقى تخمر كده حوالي ربع ساعة وبعد كده هدخلها الفرد هغطيها واسيبها الجو طبعا برد فهي بتاخد وقت شوية انا هسيبها كده ربع ساعة عشان انا عايزيها بقى قلبها يبقى منغز وتبقى جميلة وتستوي حلو لما نيجي نسويها خلاص بقى كده عدى ربع ساعة انا فتحت الفرن على درجة 180 وهدخل القالب وهو مقفول كده اول عشر دقايق وبعد كده هبقى شيل الغطة بتاعه وتقريبا هي بتاخد حوالي 25 دقيقة علشان تبقى وشها احمر وجميل اول هاخدها بقى دخلتها الفرن خلاص يعني طلعتها من النص كده بعد عشر دقايق وشلت الغطة عشان تاخد لون احمر انا بس هسيبها الاول تبرد كده وبعد كده اشيل الغطة من عليها ونبدأ ان احنا بقى نخلع القالب بتاع التوست بتاعنا علشان نقطعه ماشاء الله خلاص بردت بقت دافية بس يا دوبك زي ما انتو شايفين ماشاء الله اخدت اللون الجميل ده انا سيبت بقى القالب متغطي علشان بس التوست يبقى طاري ويبقى جميل يعني ايه البخار بتاع العيش يخليه طاري كده وجميل زي ما انتو شايفين لو انتو شايفين بقى القالب كده يعني مش كبير اوي وضخم انتو هتضعفوا الكمية بتاعتكو او حطوه في قالب يكون اصغر تبع حجم القطع اللي انتو عايزينه زي ما انتو شايفين انا بقى عامل القطع حجمها صغرنا كده وجميل عشان اللي يمسك حتة يكلها كلها وما يتبقاش منه من الولاد الصغيرين لما يخدوه معاهم المدرسة جبت طبق فهم كده بقى ورصيت فيه العيش التوست بتاعنا مش ممكن التراوة والطعم الرائع يعني طعمه كده كإنه عليه كريمة شوية الحليب اللي احنا عملناه بيهم اللي احنا حطينا معهم بضايا كمان بجد بجد يا جماعة دسم وغني جدا جدا وزي ما انتو شايفين طاري رائع مش عايز غير دهنة جبنة وكباية شاي بحليب الصبحة او كباية شاي سادة وناكله يعني هو مغزي نفسه كده بالبيد والحليب اللي فيه حاجة كده روعة اي حاجة هتغلى علينا احنا هنعملها في البيد بمنتهى النظافة والتوفير انا هقطع بقى كده عشان اطمنكم قد ايه العجينة هشة جدا جدا وطرية واكتر من رائعة شايفين عاملة ازاي مش ممكن يا جماعة انا عن نفسي ممكن افطر بيه كده حاف من غير اي حاجة معي مع كباية شاي وخلاص تعالوا بقى انا هلم العيش بتاعنا هحطوا بقى كده ده يعني بصراحة مش عارفة اقول عليه عيش حطته في الطبق وهجيب بقى كيس تلاجة وهغطيه بيه وهشيله في الفريزر وهاخد منه بقى بالطلب لما نعوز للفطار الصبح او للعشاء حاجة كده جميلة جدا جدا عملناها من حواضر البيت وما كلفتناش حاجة بألفة هانا وشيفة ويرب دايما وصفاتنا اتعجبكم وتنردوكم